قبل ما نتكلم بقى على اب نادي الزمالك إمام عشور الحقيقة يمكن في فيديوهات صدمة يعني الحقيقة طبعا قصتي مش إمام عشور في حد ذاته لقصتي أكتر يمكن إيه اللي وصلنا لكده عشان كده أنا بكلم في حضراتكم بس الأول لابد إن إحنا نوضح ونتفق هو اللي حصل ده إيه واللي حصل ده ليه ونبص كده مع حضراتكم ونشوف العالم بيتعامل مع النوع ده من المخالفات إزاي والأهم من ده كله بقى إذا كنا عايزين نصلح إذا كنا عايزين نمنع تكرار النوع ده من المهازل المفترض يحصل إيه اللي بشوفه إنه اللي حصل ده مش مجرد إهانة مش مجرد شتيمة لكيان النادي الأهلي لأنه من الواضح إنه قابل بفكرة الإهانة أو الشتيمة لو كان ده بيحصل من شخص لشخص لو كان ده مشكلة شخصية لو كان ده خناقة فردية لكن من الواضح إنه في حالة غل وكرهية شديدة جدا لكل ما يرتبط بإسم النادي الأهلي على مدار تاريخه مش بس حتى في الجيل الحالي على مدار تاريخه كله النوع ده من التجاوز العالم كله بيسميه عنصرية أنا مش ببالغ ما حدث من إمام عشور لعب النادي الزمالك عنصرية تمييز قائم على عنصرية كره العنصر قائم ومرتبط بإسم النادي الأهلي أين كان الشخص أين كان موقعه أين كان زمانه أين كان تاريخه الفيفا بالمناسبة لما حبت إنها تعمل توعية أو حبت إنها تقضي على ظاهرة يمكن تكون ظهرت أو انتشرت في ملاعبة كرة القدم ما اخترتش مخالفات فنية ولا مخالفات إدارية كتبت نوع راسيزم لا للعنصرية من وجهة نظر القائمين على أمور العباء إنه ده أخطر ما يهدد رياضة كرة القدم وأنا بشوف إنه اللي حصل ده تعريفه الحقيقي عنصرية اللي حصل ده ليه؟ ده سؤال تاني مهم جدا لأنه لأسف شديد جدا القائمين على المنظومة لفترات طويلة جدا وخصوصا في السنوات الأخيرة سكتوا سكتوا عن أي تجاوز من أي نوع سكتوا على إهانات وعلى شتايم وعلى تجاوز في حق أشخاص وفي حق إكانات بدون وجود أي نوع من أنواع الرضع ولما الكبير يتجاوز توقع تماما أن الصغير كمان يكمل في التجاوز ده لما رئيس نادي يتجاوز توقع أنه الإعلاميين يتجاوزوا توقع أنه اللاعبين يتجاوزوا وما تلوموش الجمهور على فكرة لما يتجاوز إذا كان الكبار بيتجاوزوا الناس اللي في موقع المسئولية الناس اللي بتمثل قدوة الناس اللي بتمثل مسأل أعلى بتتجاوز طبيعي جدا أن الصغيرة تجاوز العالم بيتعامل مع عقوبة ده في كل ملعب العالم بتصل ليه للشط القصة مش قصة إيقاف أو قصة عقاب إداري أو قصة معلش ما تلعبش ومش عارف إيه القصة الحقيقة جبيرة جدا 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 ولابد أن يكون فيه مثل أو عبرة لمن يعتبر إذا كنا بندور على أن نحنا نحد من الظاهرة دي أو نمنع الظاهرة دي أعتقد أن نحنا فيه حاجة إلى إيجاد مثل وأنا أعتقد وأتصور أن العقوبة دي كانت لابد أنها تصدر من القائمين على نادي الزمالك ومش عارف كمان الحقيقة إذا عقوبة الشطب دي صدرت بحق إمام عشور هل نادي الزمالك هيوافق ويؤيد العقوبة ولا فيه حد ممكن يعترض فيه حد ممكن يؤيد حالة السفة والسقوط الأخلاقي اللي مصر كلها شافتها ننتظر الإجابة على السؤال وننتظر أكتر الحقيقة العقوبة اللي هتصدر في حق إمام عشور